اهلا بحضراتكم متابعي قناة الصحة وجمال الفضائية وحلقة جديدة من برنامج حاح المكسح النهاردة موضوعنا مهم جدا ويهتم بالمرأة عنوان حلقتنا النهاردة عالم المرأة والسعادة المرأة طبعا زي ما احنا عارفين هي مخلوق جميل خلق ربنا سبحانه وتعالى للتزين والتجمل الجمال نعمة من عند ربنا وجعلوا في فطرة المرأة انها تحب تتزين انها تحب تكون في اجمل صورة انها تحب تكون وجهة مشرفة دايما بتهتم بلبسها بنظرتها برشقتها دايما بتظهر في اجمل صورة النهاردة هنتكلم عن المرأة وجمال المرأة والبشرة والشعر وتساقط الشعر مع الدكتورة الصيدلانية دكتورة نرهان يسري اهلا بك يا دكتورة انا وارتيني النهاردة اهلا بحبتك شكرا الى اخبار كل تمام اهلا بك في البداية عادينا نتعرف بك انا دكتورة نرهان صيدلانية اتخرجت من صيدلة 2017 من امس ايه وقيمة في القاهرة اه بعد ما خلصت الدراسة اتجهت الشغل منتجات العناب البشرة والتجميل انا كنت بحبها جدا من ايام الدراسة وكنت مكررة ان انا هشتغل في كده فمجرد ما خلصت اتجهت الكده على طول طيب جميل طبعا الجمال نعم من عند ربنا وزي ما قلنا في المقدمة انه هو في فطرة المرأة بنفسها يعني فطريا كده انها بتحب تظهر انها جميلة في احسن محسنها طيب ازاي تحافظ كل بنت او امرأة على جمالها الخارجي طبعا ما هو الجمال الخارجي ده انعكاس للحاجات الداخلية يعني لازم تكون انت هتنبقى تلاها كويس جدا لازم تنام كويس جدا لازم تبطل اي مشروبات غازية القهوة الشاي بشكل كبير لازم تبعد عن الضغط النفسي جدا لازم تستخدم حاجات تكون مخصصة لبشرتها او مخصصة لطبيعة بشرتها لان فيه ناس كتيرة جدا بيستخدم حاجات غلط وده بيقدل تدمير مش تحسين في البشرة طبعا انا شايف مع حضرتك براند وبعض المنتجات عادك تشرحي لي كده ايه واحدة واحدة وفايداتها تمام دي بعض المنتجات طبعا كلها طبعية 100% تمام مثلا نبدأ بالأسفنج البحري دول نوعين من الأسفنج البحري تمام ده النوع السوفت وده النوع الهورد ده بيستخدم البشرة الحساسة ده بيستخدم لأي نوع بشرة خصوان الدهنية ده ممكن نستخدمه للأطفال من هم عندهم يوم واحد مفيش اي مشكلة خالصة ده حلو جدا لانه بيعمل تأشير في خلايا الجلد الميت للبشرة وده طبعا تبقى حلو جدا بيعمل سكراب يومي للبشرة من غير ما بيأثر عليها او بيسبب اي حسية لها طبعا خارج من البحر زي ما هو كده متعقم وجيلنا ومفيش في اي مشكلة خالص تمام ده طبعا التونر بتاع البشرة احنا عندنا تقريبا 6 او 7 انواع تمام ده روس تونر وده لابانتر تونر ده بيستخدم بعض الصابون الطبيعي عشان يعمل مدارة للبشرة اما ده بيستخدم للبشرة حساسة او بعد اتعرض للشمس الناس اللي بيحصل لها اكزيمة او الناس اللي بشرة تتحسس من الشمس بشكل كبير او بتغمق لا ده بيمنع الكلام ده خالص يعني ما فيش اي اعراض جانبية ليه لا لا طبعا كله طبيعية 100% فيش اي مواد كيميائية فيش اي اعراض جانبية الحاجات دي امينة حتى للاطفال الاطفال السيدات فيش اي مشكلة خاصة ده بالمرأة الحامل اه لا تمام برضو كلهم فيش مشكلة اه حكتنا كلها سايفون 100% تمام ده بالنسبة للناس اللي يعني عشان تمنع ظهور التجايد بالبشرة تمام السيرم ده فيه 80% هيلرانيك أسد تمام وفيه بايتامين سي و بايتامين اي ده بيمنع ظهور او تكون التجايد في البشرة تمام وبيخليها دايما شايني بابي فاس كده فده افاكتب اول ده من الزيت تي زيوت ولا ايه النسب اللي فيه اه ده فيه 80% هيلرانيك أسد فهو حتى يعني تقيل شوية تمام فده بيعمل تجديد لخلايا البشرة يعني بيخليها تتجدد من الاول وجديد كأنه محصلش فيها اي مشاكل ابيكاة بيرممها تمام تمام اما بالنسبة لده ده التانت وده يمكن من اهم المنتجات عندنا انما كانش اهمها ده مورد للخدود والشفيف بالطبيعي 100% طبعا فيه فيتامين اي فيه فيتامينت كتيرة اوية مهمة للبشرة تمام ده طبعا بديل للميكاة بس بشكل طبيعي خالص يعني بالنسبة للبنت لو حابة تنزل ما تكونش حتى اي مكياج اي حاجة على بشرتها وعايز تنزل بشكل اللذيذ تمام فتستخدم ده طبعا بيديها شكل لذيذ جدا على البشرة وده انواع من انواع الصابون بتاعنا طبعا يعني مثلا ده صابون المساج اوكي والصابون ده يعني مثل ان هو بيفك العدلة تشوائية تمام زي ايه الحاجات الطبيعية دي زي الججوبة ايل زي الاوليبا ايل طبعا من نسبة 70% اوليبا ايل السويت الموند يعني فيتامين اي طبعا الكلام ده كل تمام طيب ايه انا شايص صابونة اللي تحت دي ولا ايه اللي تحتها ده حجر القدم ده حجر طبيعي حجر القدم بس حجر القدم ده حجر للأدم والتنزين الأدم بتاع السلط وده صابون العسل ده بردو من العسل طبيعي مية في المي طيب الشركة بتاعت حضاريتك موجودة فين بالضبط؟ احنا في الكاهرة وبينوزع في محافظات يعني محافظات كتير قوي محافظات مصر يعني احنا دينا في السويس ودينا في سوهاج ودينا في اسيوت ودينا في الغرداء وبينوزع جميع محافظات مصر ان شاء الله قريبا كده خارج مصر بإذن الله ان شاء الله طيب هل وجدتك صعوبة في اختيار اسم المنتج بتاعك؟ جدا اه اه يعني لان انا كنت احبى اللينك الاسم بتاع براند باسم والدتي طبعا كان صعب جدا ان انا اوصل لاسمي اكيد كله شارك معاك في الـ اه الحقيقة يعني انا كان صعب شوي علي بس اخترت الواحد دي والحمد لله تباين وصلت له جميلة دكتورة طيب في رسالة من سيدة اه وصلت للبرنامج اه طبعا بتشتكي من تساقط الشعر اه ايتم صحية بايه؟ طبعا تساقط الشعر هي مشكلة كبيرة جدا بس اهم حاجة لازم نتأكد منها في الاول هو في اناميا ولا لا اول حاجة لازم تعملها تعمل ساك شوف بس لو عندها اناميا تعالجها الاول بعد كده نبدأ نستخدم منتجات لو ما عندهاش اناميا لا طبعا يبقى تهتم بكمية المياه المناسبة مش اقل من اثنين لاتر ونص في اليوم لازم تهتم بالخضروات لو عندها مشكلة في بايتامينس تانية برضو تاخد مالتي بايتامينس او حاجة طبعا تستخدم بقى زيوت زيوت بتاعتنا مثلا احنا عندنا نوعين زيوت عندنا فيه جلمور هير وفيه جلمور هير برو الاتنين دول ملزين جدا جدا لترميم الشعر كل نوع فيهم فيه 12 نوع زيت كل واحد فيهم مخصص لتغذية الشعر وعادة التالف منه كلام ده كله جلمور هير بيخترف عن جلمور هير برو في ان جلمور هير برو في زيت الحشيش وطبعا ده من اهم زيوت المغزية للشعر طيب احنا عارفين ان الشعر ده انواع كتيرة او فيه الشعر المجعر فيه الشعر مش عارف الناعي طبعا في الجاب في الظهني في كلام ده كله بالضبط تماما ما هي القشرة دي من اهم اسداب سقوط الشعر تماما يعني انا طول ما انا عندي قشرة شعري ما هيبطل يقف فاهم حاجة ان انا عالج القشرة بعالجها بايه احنا عندنا فيه طنر زي ده بالضبط بس طنر الناع ده بيتحط على فروة الروس مرة واحدة بالنيل قبل النوم طبعا ده بيمنع زهور القشرة والموجودة بيقللها طبعا لحد ما بنوصل للنتيجة اللي احنا عادة فيه نسبة معين مثلا بتتاخد مثلا انا احط مثلا يعني هي ببس لا 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 يعني ولا رش عادي اه بالضبط يعني مرتين بس كده على الاريا وخلاص مش اكتر من كده طيب دايما احنا بنقول ان المرأة بتهتم ببشرتها والبشرة دي مشكلة كبيرة جدا انها هي الوجهة بالضبط تنصحي ايه سيدات مصر بالنسبة لنظرة البشرة تمام خاصة ان احنا عارفين من البشرة فيه اللي هي الحبات السوداء وفيه حاجات كتيرة جدا اه طبعا ما هو فيه حاجات كتيرة جدا زي ما حراك قلت بس لازم كل حد يستخدم الحاجة المناسبة ليه يعني احنا ده بيجينا ناس كتيرة جدا بتقولنا انا استخدمت كذا كذا وبواز لي وشي ما هو طبيعي هو مش مناسب لحضرتك يعني اه لازم استخدم المناسب ليه عشان اوصل لنتيجة معينة قبل اي حاجة باستخدمها لازم ارجع لدكتور متخصص واسأله انا نوع بشريتي ايه لان ده بيجينا كتير جدا 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 السؤال ده ازاي اعرف نوع بشريتي بتختلف بقى من البشرة الدهنية للبشرة طبعا طبعا يعني انا ببدأ اخسر وشي تمهم دي الطريقة اللي تعرف بيها نوع بشريتي بخسر وشي وبستدنا مستساعة لو لقيت البشرة بتاعتي عادية ما فيهاش اي مشكلة دي كده بشرة عادية لو لقيت البشرة فيها قشور او بقت نشفر شوية دي كده بشرة جافة لو لقيت البشرة ظهر فيها دهون في بعض المناطق زي هنا وهنا زي كده المكسد او المختلطة لو الوش كله بعد نص ساعة تحول بقى فيه ايلي وبقى مزعيد شوية لا دي كده بشرة دهنية وكل حاجة لها روتين خاص بيها خالص بينفعش تكون بشريتي دهنية استخدم حاجة البشرة المختلطة هتعملي مشكلة بينفعش بشري تكون عادية استخدم حاجة تانية برضه تعملي مشكلة تمام طيب المسكات طبعا كتير جدا من السيدات بتستخدم المسكات اللي هي انواع معينة اه طبعا احنا عايزين تكلمين عنها كده تمام طبعا يعني المسكات دي اسهل حاجة ممكن يعني اي حد في البيت يعملها حتى هي حاجات بسيطة خالص ومتناول الايدي وفي ناس على فكرة في البيوت متعرفش يعني ايه المسك اه لا هو المسك ويتركب من ايه والافضل بالضبط لا هو المسك هو ما هو الا قناع بيتعامل للبشرة علشان بس يجدد الخلايا بتاعتها اشاء لو عندنا مشاكل يحل لها يعني ابسط المسكات هو ماسك النشا بمائة الورد اه ماسك النشا والحليب ماسك القهوة والحاجات دي كلها مناسبة جدا للبشرة الحسيطة دي كلها ببعا الحاجات اللي هي منتجات طبيعية دي حاجات من البيت لكن احنا كمنتجات احنا عندنا نوعين ماسك ايه بقى اللي ممكن ننصح بيها ربات البيوت احنا عندنا ماسك تفتيح فاوري ده بيعمل تفتيح دركتين للبشرة بعد اول استخدام بعد نص ساعة من الاستخدام وطبعا ممكنات طبيعية 100% فطبعا يعني ممكن الرجالة برضو يستخدموه فيه مشكلة اه طبعا فطبعا يعني نتيجته كويسة جدا بنستخدمه بعده ده وبعده ده فده بيقدانا التفتيح مع الماسك ده بيدينا التوريد ده بيدينا الشايني او الشكل الليما فده بيبقى الواتين كامل تمام يا دكتورة طيب فيه وصفات صحية كتير جدا عايزين ننصح بيها متابعينا تمام يعني نصلا طبعا هو مهم جدا للمرأة علشان تبقى اكثر نضارة تبقى اكثر رشاقة انها تهتم بالغذاء الصحي اكيد اكيد يعني احنا لازم طبعا ناكل اكل صحي نبطل ناكل جانك فود خالص او اي حاجة فيها دهون غير مشبعنا بعيد عنها تماما تماما يعني اي اكل صحي في البيت هو احسن تماما طبعا لازم نهتم بالمشروبات بتاعتنا يعني ناخد دايما عصائر فراش بلايش نشرب مشروبات غذية كتير بلايش قهوة وشاي كتير يعني ده بيسبب هالات تماما بلايش ماشان لو بالناء واملاح برضو اه طبعا الاملاح دي بتأثر داخليا وغارجيا تماما اه ومس نوم طبعا ساعات كافية يعني مش اقل من 8 ساعات في اليوم بس نندل ليه لصبح الناس اللي بتاعكس نوم هادي و بيرجع يقولوا عندنا هالات يفخحهم نوم تبقى طريقة سلبية يعني ممكن مثلا تبقى فيه ضرر او اه طبعا اه طبعا لازم يكون النوم من بالليل للصبح 8 ساعات يوميا علشان البشرة تصحى مغيرة وغدا كفايتها الدنيا تكون كويس تمام تمام يا دكتور طيب اه ازاي الست تهتم بجسم مثالي تمام ما هو وزن رشيك قوام ممشوق ما هو ده راجع برضو زي ما قلت لحضرتك لطبيعة الاكل اللي بتاكله احنا لازم ناكل كويس برضو في المقام الاول الغذى الصحي بيناعكس على البشرة بيناعكس على الجسم ولازم تهتم برياضة جدا لازم على اقل مش اقل من ساعة ماشي في اليوم لازم لما كانتش رياضة طبعا اكيد اه الحياة العملية بشكل عام بتحتاج الى الابتسامة اكيد وتعتبر هي العنوان هتقولي ايه للستات اللي مكشرين على طول لا يعني ما هو حراك لو دخلت المكان لقيت واحدة شكلها لطيف وشكلها كويس بس مكشره يعني احركش تعمل معاها اكيد وزي ما قلت حراك الجمال الداخلي هو اللي بينعكس خارجيا هو اللي بيأثر على شكل الشخص اللي موجود قدامك فلازم نبتسم طبعا تماما احنا زي ما قلنا لازم نحافظ على الابتسامة ولازم نحافظ على علاقاتنا مع الناس وده كله جميل طيب ننتقل لحاجة تانية او لسؤال تاني البروتين طبعا فيه كتير جدا اقولك فيه انواع كتيرة من البروتين لكن انا ما سألت حضرتك قبل الحلقة اقولتلك عايزين اعرف ايه انواع البروتين فانت قلتلي لا ده ما فيش فكلمينا عن البروتين وافضلها او او اللي مش كويسة تمام هو البروتين هو نوع واحد باختلاف الاسامي طبعا الموجودة في السوق تمام؟ تمام هو كل مدر يعني انا ما منصحش به تماما لان كل المشاكل اللي بتجلنا بتجي بسببه اصلا حد شعر يكون كان ناع متحول بقى لشكل مموج حد شعر بقى بيقع بشكل كبير ودي اكبر شكوة بتجلنا منه طبعا هو بيدبر خلايا الشعر خالص هو البروتين ما هو الا مادة بتكسر الخلايا وبترجع تجمعها تاني لما بنعمله بالحرارة بس طبعا بيدعف الشعر جدا فبالتالي بيخليه يصل بطريقة مش طبعي هو ده كل اللي بيحصل تمام طيب احنا احنا تكلمنا طبعا عن المسكات وعن البروتين وعن الشعر فيه ستات بتختاد بتحتاج الى ايه الميك اوب والفيه اللي هي بعض البودرة اللي بتتحقق هلنك تتكلمين عنها؟ مشكلة الحاجات دي طبعا بشكل مستمر بيسد المسام يعني انا مفيش مشكلة ان انا استخدمها يوم كل فترة مرة كل فترة كلام ده كله لو انا مضطرة لشغلي او لطبيعة اي حاجة انا بتعامل معاها ان انا استخدمه بشكل يومي لازم استخدم ميك اب رموبر كويس جدا لازم اشيله منها البانكيك والكلام ده لا مش البانكيك يعني احنا قرينا نستخدم حاجات طبيعية اكتر يعني ممكن نستخدم ذات جورد الهند عشان يشير الميك اب بشكل طبيعي وشكل سهل هو بيفيد البشرة وبيشيره بطريقة لطيفة جدا والدنيا بتبقى سموز وخارس عشان هو بيسد المسام فطبعا انا لو سدت المسام بعمل تراكم للاتربة وتراكم للدهون بيقصر علينا هو بيسند حبوب بس طيب احنا طبعا عايزين برضو نرجع تاني للمنتجات اللي حضرتك عرضها دي في نوع اللي هو الخشب ده او مش اللي تحت اللي في النص ده ده علشان يتحط عليه الصابون بتاعتنا علشان ما تبصش تبوش بسرعة بس اه لان هي ربعا كلنا انا لفت انتباه ان احنا تكلمنا عن كل حاجة لا ده حامل الصابون لان هي طبعا من ديوت طبيعية فهي ممكن تخلص بسرعة جدا فمش صح ان انا افضل حطها على اللي يرتاع اللي حطها مثلا ايه او يعني لا بلزب لازم احطها على هولدر فطبعا الهولدر تاعنا هو خشب طبيعي مية في المية برضو زي ما معاودين في كل حاجتنا بس كده مطبعا مين المخترق او المصمم للشكل بتاع الصابون اللي هي بتاعت المساج دي اه لا انا لا ده لا فيه يعني حاجات كده هي السنبات طبعا بس احنا اللي منختار الاشكال بتاعك احنا اللي منختار الشكل وبنطلبه مصمم وننفذه تماما دكتور طيب عايزين نعرف دي الليفة دي او مش ليفة دي اسفنج طبيعي اه اسفنج بحري طبيعي اه طيب استخدامها يعني اقوى شوية من من الليف العادي ولا هي نعمة اكتر ولكن هي استخدامتها اكتر يعني دي بتستخدم تقريبا لتناشر حاجة ممكن نستخدمها نحن نحط بيها الميكب بس دي استخدمها نحن نحط بيها الميكب نشيل بيها الميكب للاطفال في الشاور لناس اللي بشرتها حساسة مع الغسول بشكل يومي لبشرة حساسة والعادية تمام واستخدمات تانية كتير طبعا ده بالنسبة لذي دي نفس الكلام بس نستخدمها للبشرة الدهنية والمختلطة يعني هي اقوى شوية انشط تمام دي بتعمل تأشير دي يعني مش احسن حاجة انها تستخدم للاطفال ولكن امنة جدا مفيش مشكلة لكن دي يعني احسن شوية تمام نعم ممكن نعرف اسعار بس المنتجات دي يعني هي الاسعار كلها موجودة عندنا لو حد يقدر يكلمنا هيعرف الاسعار كلها ولكن هي كلها اسعارها مناسبة تمام وتنفع يعني للكل مكيش حاجة فيها سعرها عائلة شوية في حاجة خاصة بالاحمر الشفايف والرموش اه طبعا الرموش عندنا سيرام الرموش والحواجب ده يعني كل اللي اخذوا الريديوس بتاعته كان ان هو طولها بشكل ملحوظ يعني ده بقى بالنسبة ده البلاشر اللي قلت الحرك عليه فبلاشر طبيعي طبعا تمام ده من خلاص الورد وفيتامين اي وحاجات طبيعية جدا هي بتدي بس البينك تشيك دي بتخليها شكلها بينك كده ومن غير اي كميكال طيب في كريمات معينة بتستخدموها اه في كريمات تفتيح وفي كريمات ترتيب يعني احنا عندنا طيب ممكن تقوليني مثلا اثماء الكريمات دي اللي هي الصحية واللي هي ممكن تفيد يعني احنا البشرة او الادين او جلد بشكل عام احنا عندنا كريم في كريم باتشولي ده بتاع رجال تمام ده طبعا للادين للكلعين ده كله عندنا في كريم جوز الهند وده للترتيب عندنا في كريم تفتيح وده بيبقى ماكس كده من زيوت احنا بنعملها تمام ده بيبقى برضو لتفتيح البشرة وتفتيح كل مناطق الجسم مش كيفي خاطر حتى الان انتو عملتو كم منتج داخل الشركة تقريبا مية سبعة وتعاتين او انتي عندك اكلمتيني اول مبعطيلي السيذي مبعطيلي او انا اصلا بعشق صناعت التجميل عايزك تكلمين على المرحلة دي بالزاد طبعا يا كانت صعبة في الاول يعني ان انا علمت نفسي بنفس يعني انا اخد كورشة اونلاين او اونلاين وحاجات من كده طبعا كان صعب شوية ان انا اذاكر واترجم واضبط الدنيا دي كلها وبعد كده اطبق واوصل يعني الحاجة فعينا ليه تبقى كده في الاخر فطبعا كان صعب ما كانش سهل خال خذ مني وقت كبير وكنش بنام لحد لما الدنيا وصلت لي كده الحمد لله ودلوقتي يعني يعني احنا كده بنبعط رسالة لمشاهدينا وخاصة للبنات ان الواحدة ما تقتصرش على الدراسة بس لا بالعكس لازم يبقى عندها هدف ولازم يبقى عندها رؤية وتحاول بكل الطرق انها تحقق حلمها انها تبدأ وتنجح وتتقدم علشان تقدر توصل للي نفسها فيه الحياة طبعا جد واكتهاد وطبعا انا بشكر الدكتورة على كل اللي قدمته لينا وان شاء الله كده بندعو لها التوفيق وطبعا قبل احنا لسه معانا في الحلقة عايزين نقدم التحية والشكر والتهنئة لكل شعب مصر احنا طبعا بنحتفل بالعام السبع واربعين الانتصارات اكتوبر المجيد بقول الشعب المصري والفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي كل عام ومصر بخير ودايما يا رب كده مصر فيه تقدم وفيه رخاء لان ما اجمل الانتصارات التي تولد من ثنايا المستحيل احنا دايما من قديم الزمن بنحاول نقول احنا هو احنا موجدين بنحاول نحاق حلمنا وربنا سبحانه وتعالى يوفق ونوصل للي احنا عايزينه بنشكر حضرتك يا دكتورة واستفدنا من حضرتك كتير وان شاء الله كده تكوني معانا فيه حلقات تانية كتيرة نتكلم باستفادة ونرتب الامور بشكل مرضي وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا انتظرونا الاسبوع القادم في نفس المعاد وإلى لقاء وبرناميكم حلمك صح